السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هجوم استهدف دورية لشرطة النجدة في كاركوك العراق لمنطقة ساحة العمال داخل سوق أدى إلى استجهاد ضابط برتبة عقيد ومدير قسم علي أركان ابن العقيد أركان وجرح منتسب آخر المجرمين كانوا يستعملون دراجة نارية أثناء الهجوم وقد قامت الشرطة بالقبض على إثنين أحدهم قتل في عين المكان وهذه مراسيم تشييع منتسب الشرطة النجدة التي استشهد أثناء الواجب بهجوم مسلح نسأل الله له المغفرة والرحمة ويسكنه الله فسيح جناته إن لله وإن إليه راجعون ربنا يصبر أهل وذويه تعزين لإخواننا في كاركوك وأهل العراق كلهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة